صحة وسعادة صباح الخير والنور والإشراق صباح الازدهار لإماراتنا الحبيبة صباح مليء بالتفاؤل عليكم مستمعين الكرام فأهلا وسهلا بكم في حلقة بداية الأسبوع الذي نتمناه أن يكون مليئا بالإنجازات أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المتميزة إذاعة نور دبي مستمعين كما تعرفون أن هذا البرنامج تقدمه لكم الهيئة ليكون بوابة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراد وساحة للتفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها نطرح فيه الكثير من المواضيع الطبية والحيوية التي تشغل بال الجميع فأهلا وسهلا بكم دائما ما نبتدي هذه الحلقة بأحد الأخبار التي ننتقيها من ضمن وكالات الأنباب خبرنا اليوم يقول الركض إلى الخلف هو الأفضل للتخلص من الوزن الزائد ينصح مختصون بصحة الإنسان الراغبين بالتخلص من الوزن الزائد بممارسة رياضة ويضع هؤلاء على رأس القائمة القفز والسباحة اليوغا ومن ثم الركض لكن ليس للأمام بل إلى الخلف قال مختصون الذين توصلوا إلى هذه الخلاصة من تجارب عدة أجروها أن الركض إلى الخلف يستوجب تركيزا ذهنيا أكثر مقارنة مع الجري التقليدي وأن هذا الأمر بحد ذاته كفيل بأن يكون سببا في حرق سعرات حرارية أكثر خاصة وأن تبرين كهذا يعتمد على القوة الجسدية للشخص كما أكدوا أن الجري للخلف ينشط الجسم أكثر مما يؤدي إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية وأنه من الضروري تجربة هذا النوع من الرياضة عشان تينا نتذكر دائما يوم كنا نتابع مباريات ولا نتابع بعض الشغلات نشوف أن اللعيبة كذلك ومن ضمن التمارين اللحماء اللي يسوونها يركضون إلى الخلف كنا نستغرب بمكان المدرب يعطينا هذا التمرين لكن يعني علميا تبت أنه هو يساعد أكثر في إنقاص الوزن مستمعين ننتقل الآن إلى موضوع آخر ونذهب إلى مركز ملتقى الأسرة التابع لهيئة الصحة بدبي الذي يعد أحد أهم مراكز الرعاية في إمارة دبي التي تعمل على تحسين وتطوير نوعية الخدمات المقدمة لكبار السن وتوفير الحلول الآمنة التي تسهل التفاعل والتعامل اليومي مع المسنين أثناء تلقيهم الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية في المركز إضافة إلى تقديم كافة أنواع الرعاية الاجتماعية والصحة المعيشية والنفسية ذكرنا في حلقات سابقة أهمية العلاج الطبيعي لهذه الفئة حيث تعد تمارين العلاج الطبيعي أهم الخدمات التي يقدمها المركز لكبار السن للمحافظة على ليقاتهم العامة وتحسين دور ووظائف أعضاء الجسم لتعزيز قدرتهم على الحركة وممارسة الأنشطة المناسبة لأوضاعهم الصحية للتعرف على مجمل الخدمات التي يقدمها مركز ملتقى الأسرة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتورة سلوى سويديا خصائي أول طب المسنين مدير مركز ملتقى الأسرة حياتي الله معانا دكتورة يا هلا صباح النور صباح الورد دكتورة إذا ما متكلم عن الخدمات التي يقدمها المركز وهي خدمات معروفة لدى المجتمع لكن من باب التذكير بها يا ترى ما هي الخدمات التي يقدمها مركز ملتقى الأسرة للمسنين طبعا مركز ملتقى الأسرة هو مركز رعاية مطولة للمسنين بالتالي في مرضى مقيمين اللي هم الانباشنس وفي مراجعين الخارجيين المراجعين الخارجيين والمرضى المقيمين كلهم يطلقون نفس الخدمة اللي هي الرعاية التمريضية الرعاية الطبية العلاج الطبيعي والعلاج المهني والخدمة المجتمعية طبعا طالما التركيز أكثر على العلاج الطبيعي والتمارين الرياضية حابة بس أتكلم عن أهمية الرياضة لكبار السنة وأهمية العلاج الطبيعي تفضل يا دكتور طبعا ما تقدم بالعمر شيء طبيعي أن كافة أعضاء الجسم تقل كفاءتها أنا دايما لما يسئلوني أنه هل كل شخص كبير مريض أقول لا التقدم بالعمر ليس مرادف للمرض وليس مبرر أصلا لتقبل المرض لكن التقدم بالعمر يصير مع تغيرات في الأعضاء تقل كفاءة الأعضاء بشكل عام كل أعضاء الجسم منها مثلا تقل كتافة العظم هذا شيء معروف تقل كتلة العضلات يصير خلل في تركيبة الجسم طالما العضلات تقل وسيلها ضمور ونسبة السوائل تقل في الجسم فبالتالي نسبة الدهون تزيد الفات حتى لما يكون الشخص يأكل نفس الكمية من الأكل ويمارث نفس المجهود تلقى نسبة الدهون تزيد في الجسم بالتالي طبعا من المهم جدا أن أي شخص مسن أو أي شخص يعني حتى ما نقول مسن من الأربعين تقريبا تبتدي الغضاريف تتآكل فالرياضة والعلاج الطبيعي مهمة جدا تستارت من بداية العمر طبعا حاب بتعرف أهم خدماتنا بالضبط دكتورة يعني أنت ذكرت أهمية العلاج الطبيعي وضرورة الكبار السن لكن بالنسبة للتجهيزات والإمكانيات المتوفرة في المركز من حيث الأجهزة المعدات الطبية وأيضا بركز كذلك على الكوادر البشرية الموجودة عندكم كذلك مركز ملتقى الأسرة الشيء المتميز في مقارنة مع دور رعاية المسنين المتواجدة في الدولة هو المركز الوحيد الذي تتم إدارته من قبل أطباء متخصصين في طب المسنين والشيخوخة وطاقم طبي متخصص في هذا المجال أيضا وهذا الشيء يعمل فرق لأنه عندما يكون الطاقم متخصص أو الطبيعي متخصص في طب المسنين والشيخوخة يقدر أنه يتابع الحالات بشكل أفضل يقدر يشخص يقدر قانونيا رسميا يصرف أدوية معينة لأمراض الشيخوخة منها الخرف والزهايمر والاكتئاب وأمراض عديدة أخرى طبعا المركز في قسم للعلاج الطبيعي وفي قسم للعلاج المهني ودائما الناس عارفين شو يعني العلاج الطبيعي لما نتكلم عن العلاج المهني كل الناس تسأل شو هو العلاج المهني وشو الفرق بينه وبين العلاج الطبيعي طبعا العلاج الطبيعي اللي هو المهمة الأساسية للعلاج الطبيعي هو تخفيف الألم ومساعدة المريض على الحركة مثلا عندنا مريض عنده ستروك أو جلطة دماغية وصار عنده شلل نصفي مهمة للمعالج الطبيعي أنه هو يساعد المريض على أنه يمشي مرة ثانية نعم يقدر يعتمد على نفس المرة ثانية جميل وتخفيف الألم الناتج طبعا نتيجة تقدم بالعمر مثل ما قلت تأكل الغطاريف والتهاب المفاصل طبعا تسبب ألم لكبارتا فالمعالج الطبيعي عن طريق الأجهزة المتوفرة في المركز اللي هي أجهزة العلاج الكهربائي أجهزة الالتراساوند اللي هي الموجات هوق صوتية أجهزة الكارديو أو اللي هي أجهزة اللياقة بشكل عام اللي هي التردميل والبيسيكل كل هذه الأمور يشتغل فيها المعالج الطبيعي لتخفيف الألم ومساعدة المريض على الحركة جميل المعالج المهني أو اللي هو يساعد المريض على استعادة الاستقلالية مرة ثانية اللي هي مثلا نفس المريض اللي صار عنده ستروك المعالج الطبيعي يساعد على الحركة والمعالج الوظيفي أو الـ Occupational Therapist يساعد على أنه يبدأ يعتمد على نفسه مرة ثانية يبدأ يستخدم إيده يبدأ يستخدم الـ Hand Skills مرة ثانية يقدر أنه يأكل بروحة يمشي تشعره يلبس ملابسة تكرم يدخل الحمام بروحة هذه جداً أمور مهمة بالنسبة للشخص الكبير بالسلة أنا في النهاية تعطي نوعية حياة أفضل جميل دكتورة أنا الوقت أدركني لكن بس يعني في أقل من ثلاثين ثانية أنت لكم الكثير من المبادرات المجتمعية والأنشطة اللي تشاركون فيها كبار السن مع المجتمع إذا ما كان أحد من المستمعين حاب أن يشارك في مثل هذه اللقاءات اللي أنتوا سوونها وهذه الفعاليات المجتمعية كيف ممكن يتواصل معاكم؟ ممكن يتصل في المركز مباشرة على صفر أربعة فايف زيرو تو تو ايت زيرو تو أو ممكن يتوجه لنا دايركي مباشرة إلى المركز وحياها الله بالعكس إحنا مركزنا يمكن يعني هو المكان لأغلب المؤسسات والهيئات اللي حاب أنها تعمل أي خدمة مجتمعية فحياكم الله دكتورة سلوى سويدي خصايا أول طب المسنين مدير مركز ملتقى الأسرة في هيئة الصحة بدبي نحن شكرا لك هذه المداخلة وشكرا لكم هذه الجهود اللي تقدمونها شكرا جزيلا شكرا معكم إذن مستمعين نحن راح نتوقف مع فاصل قصير بعد الفاصل عندنا موضوع جدا مهم ويهم بأمان الكوادر البشرية العاملة في حكومة دبي الموظفين يعني ما نطرح موضوع وايد مهم من الصديف معانا دكتور عاطف عبداللطيف صالح رئيس مكتب اللجنة الطبية العامة في إمارة دبي فابقوا معنا صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المتميزة دائما إذاعة نور دبي مستمعين قبل الفاصل قلنا نحن ما نطرح موضوع جدا مهم للكثير من العاملين في القطاع الحكومي وأيضا نعتقد إذا الخاص ما نكتشفه الحين إذا كان قطاع الخاص معنيين كذلك بهذا الموضوع يعني في إطار حرص القيادة الحكيمة في إمارة دبي واهتمامها بحقوق وواجبات الموظفين في حكومة دبي من ناحية الصحية والطبية نص قانون الموارد البشرية لحكومة دبي على إنشاء لجنة طبية عامة من أطباء متخصصين هذه اللجنة مهمتها؟ مهمتها الإشراف على إجازات الموظفين والاهتمام بلياقتهم البدنية من خلال تخفيف ساعات العمل والنظر في أوضاع الموظفين المصابين بأمراض معدية لا سمح الله أيضا توقيع الكشف الطبي إضافة إلى نشر فكر الصحة المجتمعية وهو جانب مهم حقيقة في تحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لنشر معيار سعادة المواطنين ومنهم الموظفين والعمل على تطبيق معيار التميز الإداري مستمعينا قبل الفاصل نقول لكم إنما يستضيف معنا ضيفنا في الستوديو اللي بيكون الدكتور عاطف عبداللطيف صالح رئيس مكتب اللجنة الطبية العامة في إمارة دبي اللي بيعطينا تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع حياك الله معانا دكتور الله يحييك سيد محمود سعيدين جدا بهذا اللقاء دكتور وأنتو لكم جهود كثيرة يمكن الكثير من الناس ما يعرفون شو قيمة هذه الجهود لكن في البداية خلنا نتعرف على كيفية إنشاء مكتب اللجنة الطبية متى تم إنشاءه وما هي الاختصاصات التي تقوم بها هذه اللجنة جميل بداية أود أن أشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة في هذا البرنامج الجماهير الرائع والحقيقة أنا دائما أقول أن برنامج الأستاذ محمود هو نموذج يحتذى للشراكة المؤسساتية ما بين هيئة الصحة وما بين مؤسسة دبي للإعلام وهذا الذي يجب أن يكون أما أعرج الآن على مكتب اللجنة الطبية العامة قانون الموارد البشرية الذي أصدره سيدي صاحب اسم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس منسل وزراء بصفة حاكمة لدبي كان رقم 27 لسنة 2006 هذا نص في المادة 120 على إنشاء لجنة طبية متخصصة من أطباء متخصصون يرعون الحالة المرضية لموظفي حكومة دبي بالإضافة لإخداصات أخرى إن شاء الله سنأتي على ذكرها ثم قام سعدت مدير عام هيئة الصحة في القرار إدارة رقم 267 لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الطبية العامة وكانت الحقيقة هي عبارة عن أربع أطباء متخصصون يجتمعون مرتين في الأسبوع أو يومين في الأسبوع ولكن عندما تمدتت الاقتصاصات وأصبحت هناك طلبات كثيرة فقام بإنشاء واستحداث مكتب للجنة الطبية العامة بناء على القرار الإداري رقم 383 لسنة 2008 وتم إعادة تشكيل مكتب اللجنة الطبية العامة بناء على القرار لإدارة رقم 29 لسنة 2015 هذه نبذة مختصرة عن كيفية تكون مكتب اللجنة الطبية العامة نعم دكتور آلية عمل واتخاذ القرار في اللجنة يا ترى ما هي الأسس التي تبنى عليها القرارات التي تقوم بها اللجنة نعم مكتب اللجنة الطبية العامة يضم أطباء اختصاصيون من مختلف التخصصات فمنهم الطب النفسي ومنهم الطب القلوب أو مثل ما نسميه احنا الكارديولوجست ومنهم طب المجتمع والمسالك والعظام والجراحة العامة تشوف مجتمع يعني تنوع من الاختصاصات الطبية يجري النظر والفصل في هذه الطلبات عن طريق النظام الإلكتروني لأنه احنا من 2009 لا نستخدم الأوراق في مكتبنا كل الطلبات التي ترد إلى مكتب اللجنة ترد عن طريق النظام الإلكتروني نقوم بالاجتماع يجب أن يكون طبعا قانونا النصاب القانوني موجود فيها يكون الرئيس ونائب الرئيس وبالإضافة إلى عضوين آخرين ننظر في الحالات ندقق فيها نحللها ننظر إلى المستدردات الطبية الداعمة لهذا الطلب ثم نأخذ في الآخر التصويت وبناء عليه نصدر التوصيات وترجع هذه التوصيات تذهب إلى موظف الإدارة الموارد البشرية الذي هو بالأساس بعث الطلب طبعا هناك بعض الحالات التي نعتبرها أو فيها هناك مضاعفات قد تكون تحتاج إلى أو تخصص داخل التخصص فلنا الحق أن نستدعي رأي استشاري طبي أو أيضا أن نحول الحالة له وهو يقوم بتوقيع الكشف الطعبية ثم نطلب تقرير طبية وبناء عليها نصدر هذا القرار نعم دكتور أنا في المقدمة كنت أتحدث أن هناك أيضا قد تكون هناك بعض التشعبات الخاصة بالقطاع الشبح حكومي أو الخاص يعني أبغي أسأل هل هناك تواصل ما بين اللجنة ومؤسسات أخرى يعني في هذا الإطار غير حكومية نعم الحقيقة أن اللجنة الطبي العامة تختص بموظفية حكومة دبي آخر إحصائية وصلت عندنا 45 مؤسسة مشتركة مشتركة معنا في مكتب اللجنة الطبي العامة بموظفين ما يزيده عن 60 ألف موظفة نعم وطبعا هناك أدة اختصاصات إحنا عادة الموظف الذي تزيد عدد أيام إجازاته المرضية فوق 15 يوم منفصلة خلال العام أو 5 أيام متصلة خلال العام نقوم بدراسة حاله المرضية ونطلب التقارير الداعمة لماذا أخذ إجازة مرضية أخرى ثم نقوم بالتوصية بإنهاء خدمات الموظفين لأسباب تتعلق بالياق الصحية إذا كان من أخوة المواطنين فنحن نحيلوا إلى اللجنة العليا للتقاعد وهم ينظروا بشأنه وإذا كانوا من الأخوة الوافدين فنحن نصدر قرار بإنهاء الخدمات بناء على اللياقة الطبية إذا تعدت الإجازة المرضية 2680 يوما لنا الحق كمكتب لجنة بعد دراسة الحالة أن نمدد الإجازة المرضية إلى 6 شهر أخرى يعني تقريبا 365 يوم إجازة مرضية ثم ندم وهناك أيضا توقيع الكشف الطبي يأتي مدير عام مؤسسة ويقول أنا عندي موظف أو من يفوضه طبعا قد يكون الموارد البشرية يقول أنا مثلا عندي موظف كثير الإجازات أرجوكم راجعوا حالته المرضية وأجلسة المرضية ندرس التاريخ المرضي وندرس الإجازات ونحللها وأنتما نكتب تقرير ونفصل ونراسل مدير العام بهذا الموظف وبحالته المرضية الآن في الفترة الأخيرة الحقيقة وهذا فضل الله سبحانه وتعالى أولا ثم الحقيقة بدعم لا محدود من معالي حميد الاقتامي رئيس ميسر الإدارة وسعدة أحمد بن كلبان الحقيقة اللي هو المدير التنفيذ للقطاع قدمات المستشفيات اللي دعمنا بصورة لا محدود حيث قمنا من بداية استلامنا للمهمة بإعادة اختصاصات مرة أخرى أولا نسجها قانونيا بمعنى آخر أن كل توصيات اللجنة أصبحت الآن منسوجة قانونيا بالتعاون مع المستشار أحمد بن سليمان مدير إدارة الشؤون القانوني في هيئة الصحة وشرعنت الأمانة العامة للجنة عن التشريعات في حكومة دماء اللي أوجهه للتحية خصوصا دكتور فيصل العمر الرئيس اللجنة الطبية فيها الذي قام بجهود جبارة معنى في كيف أن تعيد نسج كل توصيات اللجنة بصورة قانونية ولذلك بعد هذا الأمر وجدنا أن هناك بدأت تصل رسائل إلى معاني حميد الاقتامي بإضافة اختصاصات اللجنة لم تكن موجودة سابقا مثل الأخوة في هيئة طرق المواصلات أضافوا لنا تلوين المركبات فوق 50% على حسب أوامر السيدي صاحب سمو الشيخ سيف من زايد وزير الداخلية هيئة تنمية المجتمع سعادة ودير عامية تنمية المجتمع الدكتور خالد الكند الذي بعث الرسالة أراد أن نقوم بالإشراف على إصدار بطاقات سند لذوي الاحتياجات الخاصة بفصول فروعها المتعددة الإنمائية والحركية والنمائية والذهنية وكل هذا الحقيقة هي ضفقة الصلاة بالنسبة شبه المؤسساتية حصلت أن تم توصل العنام من الأخوة في طيران الإمارات حيث عقدنا اجتماعاً مع الإدارة القانونية وإدارة الموارد البشري في طيران الإمارات مع الإدارة القانونية في هيئة الصحة ممثلة بالمستشعر أحمد بن سليمان وبالإضافة إلى كنت وجودي أنا ممثل للجنة طب العامية لإمكانية النظر في نسب العجز عندهم الذي نحن مسؤولين عنه في حكومة دبي ثم تطبق الوضع إلى أن نكون مسؤولين عن الإجازات المرضية إذا في إمكانية أنت تتكلم عن أكثر من 75 ألف موظف نمبر كبير جداً مثل ما يقولوني ولذلك يجب أن يكون هناك فيه ترتيبات ومذكرات تفاهم ثم جمعية الاتحاد التعاونية بعثت رسالة أخرى مع الإحمد لغتامي تريد أن نقوم بالإشراف على الإجازات المرضية المظفية البالغة عدد من 3050 أن التمدد للاختصاصات والتوعية للمجتمع تأتي على قابل الموساق كل يوم أكثر بالضبط وهذه أكيد ثقة في عمل اللجنة وعمل الموظفين في هذه اللجنة يعني في حالة أن أرتابوا في بعض الإجازات المرضية وغيرها هنا دكتور يعني أنا الوقت يعني يمشي معاه بسرعة في هذا الحديث الشيق لكن دكتور في النهاية أبغي أتوجه لمجموعة من النصائح لموظفي الموظفي حكومة دبي بالتحديد والموظفين بشكل عام شو النصائح اللي ممكن توجهونها للموظفين نعم هناك الحقيقة عدة نصائح مهمة جداً وأنا أستغل هذا المنبر الإعلامي الحقيقة الجيد والذي يصل إلى كل الأخوة المستمعين لوصل أولاً نحن في المكتب اللجنة الطبيعية العامة ليس ضد مصلحة الموظف لكن نحن أمناء على الثقة اللي أولتنا إياها القيادة الرشيدة في المحافظة على سوق الإجازات المرضية حيث أن هناك أعطات قليلة جداً لا يتعدى عصاب على يد الواحدة قد تتاجر في هذا النوع من الإجازات فيجب أن يكون رقباً فألا يا إخوان يغضبوا منا في حالة أن اقتطعنا بعض من الإجازات المرضية قد تكون غيرت مستكملة الشروط قد تكون أن هناك أو مثل ما نقوله أن هناك شك في المنشأة الصحية التي صدرت منها فرقم واحد أن لا يعني نحن مع المصلحة العامة لكن في نفس الوقت ليس ضد مصلحة الموظف رقم اثنين إخواني الموظفين حكومة دبي الرسائل التي تأتي من البعثات الدبلوماسية في الخارج أثناء علاج المخرج هذه لا تعتبر إجازة مرضية يجب عندما تتعالج في الخارج أن تأتي من المستشفى والمنشأة الصحية هناك بإجازة مرضية كاملة مستوفية الشروط كما حددها القانون ثم تأتي بمدعم بذلك من رسالة من السفار لأن كثير من الأخوان يأتوا بعد علاج شهر شهرين ولا نعترف بهذه الرسائل وتصبح هناك مشكلة كبيرة رقم ثلاثة المرض هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى أسأل الله العفو والعافي لنا جميعاً والأخوة المستمعين أرجوكم أن لا تتاجروا في المرض لا تتاجروا في المرض لأن المتاجرة في المرض قد تتمرضوا فتمرضوا فنسأل الله أن يكون لكم هناك بيئة عمل جاذبة تستطيعون أن تبدع وتبكروا كما قال سيدي صاحب سمشي رحمة الراشد رعاه الله عندما قال أن الوظيفة الحكومية هي ليست مكاناً ومركزاً لتكسب الربح بل هو مراكز إبداع وابتكار نريد أن نمشي على هذا النبراس نريد أن نطبق هذه الرؤية نحن نعمل في حكومة دبي يجب أن يكون على مستوى معاييرنا عالية جداً يا جماعة من لا يستطيع أن يطبق هذه المعايير في حياته الوظيفية يجب أن يتنحى هذا الذي تعلمناه أو يعيط الصياغة مرة أخرى في القدرة على الابتكار وهذه حقيقة دكتور عاطف عبداللطيف صالح رئيس مكتب اللجنة الطبية العامة في إمارة دبي نحن لا نملك إلا أن نشكرك على تواجدك معنا في السوديو وشاكرين لك هذه التوضيحات وشاكرين لك أيضاً هذه النصائح وبالفعل لا تتمرضوا فتمرضوا الله يكرمك أستاذ محمود ورشياتي مجروحة فيك الله يسعد يا رب لكن أنا فعلاً استمتعت بهذه اللقاء الله يسعدك ونتمنى لكم التوفيق في هذه اللجنة وفي عملكم وجهود مقدرة حقيقةً قد لا يعلم بها الكثير لكن للأمانة هناك الأرقام هي التي تتحدث عن نفسها دائماً فكل الشكر لك دكتور عاطف عبداللطيف رئيس مكتب اللجنة الطبية العامة في إمارة دبي وإن شاء الله تكون لنا لقاءات قادمة إن شاء الله عموماً مستمعين نحن يعني بعد الفاصل كذلك عندنا ضيف مميز وعندنا منوضوع أيضاً يهم الكثيرين ما نتكلم عنه ما خليه مفاجأة لكم بعد الفاصل فتابعونا ولا تروحون بعيد أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلاً وسهلاً بكم في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر هذه الإذاعة الجميلة جداً إذاعة نور دبي مستمعين قبل الفاصل إنما نطرح موضوع مهم هذا الموضوع أيضاً نحن نستقبل في مشاركاتكم على الأرقام التالية 600551414 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4006 موضوعنا اليوم نتكلف عن العيون وعن الخدمات التي تقدم في هذا المجال في هيئة الصحة بدبي وبالتحديد في مستشفى دبي نصدف معانا الدكتور عبدالله عبدالسلام النقي استشاري ورئيس قسم العيون بمستشفى دبي هياك الله معانا الدكتور مرحب بابكم مرحب بمستمعين كلهم دكتور يعني عادة أنا ملاحظ يعني طباء العيون كلهم لافسين نظارات طبعاً هاي علامة مميزة كيف ما تعاف طبيب العيون فإذا مبلغ بسنظارة عموماً دكتور خلنا نبدأ الحوار معاك يعني من خلال الخدمات اللي قدمها قسم العيون في مستشفى دبي نعم قسم العيون في مستشفى دبي طبعاً انتقل النقلة نوعية في سنة 2015 توجه من قسم عيون عام أو في شبه التخصصات إلى قسم متخصص بالكامل وانقسم القسم إلى حوالي سبع أو ثمان أفرع تزود خدمة متخصصة جداً جداً في مجال متخصص جداً وكل مجال تم استجلاب وما زلنا نستجلب خبرات عالية جداً وتم تحديث القسم كي يواكب رؤيتنا لسنة 2020 فتطور القسم وانقسم إلى قسم المياه الزرقاء والمياه البيضاء القرانية والمياه البيضاء جراحة الجفون التجميلية جراحة الشبكية الشبكية الطبية الغير جراحية جراحة الحوال والأطفال وجراحة تصفيح النظر وعيوب البصار فعنا سبع تخصصات والتخصص الثامن هو شو؟ الصحة المجتمعية أو طبيب عيون المجتمع دكتور أنا بتناول بشكل مفصل طبيب عيون المجتمع اللي أنت تطرق له لكن قبل ذلك دكتور دائماً في مجالات معينة في الطب هناك يعني قفزات كبيرة وتطورات تكنولوجية الآن إذا ما بتكلم عن التجهيزات اللي موجودة في قسم العيون بمستشفى دبي وإيضاً في الهيئة بشكل عام يا ترى مدى مواكبة الأجهزة الطبية مدى مواكبة التكنولوجيا اللي تطرح في هذا المجال ممكن تكلم عن هذا الجانب المقارنة مع الخيارات الموجودة في القطاع الخاص كذلك نعم قسم العيون في مستشفى دبي يعني ليس بس فقط متطور جداً على مستوى إمارة دبي أو مستوى دولة الإمارات بل على مستوى العالم كله التقنيات الموجودة في مستشفى دبي من ناحية التكنولوجيا عندنا آخر تقريباً ما وصل إليه التكنولوجيا في جراحة العيون أو في التشخيص فما تنقصنا التكنولوجيا عندنا أي فحص تحتاجه من قياس الجهد الكهربائي للعين إلى تصوير العين بالأشعة الدقيقة جداً باستخدام الأشعة النووية في التصوير فعندنا يعني عدد كبير جداً يعني قسم العيون في المستشفى دبي يعتبر أغلى قسم في المستشفى في المستشفى كله من كثر التكنولوجيا التي استثمرت تجديد قسم الهندسي في المستشفى دبي دائماً يجدد فيطور حتى ما في تكنولوجيا قديمة يعني حتى لو كانت التكنولوجيا موجودة بعد مرور عدد من السنين معين يتم استبدالها بنفس التكنولوجيا بس أحدث وأطور فمن ناحية التكنولوجيا نحن لا تنقصنا أين من النواع التكنولوجيا بالعكس نحن متطورين جداً جداً جميل دكتور سؤال يقول المواعيد عندكم شوية صعبة في خصف العيون نعم طبعاً نحن كان هذا كان المواعيد كانت صعبة طبعاً نتقسم المواعيد يا قسمين الموعد للمريض الجديد والمريض المراجع المريض الجديد الذي لم يرى متخصص عيون في السابق هذا انخفض عندنا الهامش من حوالي تقريباً ثمانين أو تسعين يوم إلى حوالي سبعة وعشرين يوم إلى ثلاثين يوم بحد أقصى فاليوم نحن عندنا نخفضنا بالنسبة حوالي ميتين في النسبة المواعيد فهذا الشيء طبعاً نحن نفتخر فيه طبعاً ليش؟ لأنه عدلنا في نظامنا وزعنا المرضى بشكل أصح المريض يأتي بطريقة صحيحة فاليوم إذا المريض يشتكي بشكل يشتكي خلال ثلاثين أو أقل من ثلاثين يوم سوف يرى طبيب متخصص جداً أما إذا احتاج أن يشوف طبيب عيون يقدر يتوجه للمركز المجتمعي ويشاف هناك بسرعة هنا بطرق موضوع طبيب المجتمع أو التوسعات اللي قمتوا فيها بتقديم الخدمات في المراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة خلال نتكلم على هذا الموضوع نعم نحن اليوم طبعاً عندنا في إمارة دبي مراكز صحية منتشرة خلال دبي كلها وفبالتالي طبعاً نحن ارتقينا في قسم العيون أن نتوسع بل بدلاً من أن المريض كله يأتي ويأتي إلى مستشفى دبي في مكانه قد يكون المريض يأتي من جبل علي أو من أماكن بعيدة أن نحن نوزع الخدمة إلى مراكز يعني معينة في دبي المراكز حالياً عندنا ست مراكز ثلاثة في منطقة بردبي وثلاثة في منطقة ديراء يعني هالأسامي السابقة يعني طبعاً عندنا في مركز البرشة في الصفة في المنخول في ند الحمر والمزهر وفي الطوار ونحن في سنة 2016 عندنا ثلاث مراكز جديدة سوف تفتح في زعبيل وفي البدع وفي المنزر إن شاء الله كذلك عندنا مركزين كبار مفتوحين اللي هو في مركز دبي للسكر في منطقة الحضيبة ويخدم المرضى السكري وهذا مركز متخصص في أمراض السكر والعيون وعندنا في منطقة حتى في المستشفى حتى مركز عندنا قسم عيون قائم جميل دكتور هذه بالنسبة المراكز الصحية الآن إذا ما متكلم على التنسيق ما بينكم أنتو ما بين يعني أقسام الطوارئ في حالات الإصابات الخطرة اللي تستدعي التدخل المباشر في هذا الموضوع نعم طبعا بالنسبة للحالات الطارئة طبعا نحن نحب نقول أن المستشفى الدوي هو المكان الوحيد الذي يوجد لديه طبيب عيون مناوب 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع في الإجازات الرسمية والأعياد هو المكان الوحيد طبعا بالتالي جميع الإصابات تأتي إليه عندنا نحن كان عندنا نظام أنك خلال 40 دقيقة الطبيب بعد ما يأتي المريض ويقبط إلى الحوادث ويراح طبيب الحوادث يطلب الطبيب العيون أنه يلتزم طبيب العيون خلال 40 دقيقة أنه يأتي ويشوفه طبعا ارتقينا أنه المدة طويلة فقررنا الآن من سنة 2016 أن طبيب العيون يكون متواجد في مستشفى دبي 24 ساعة بحيث أنه يقدم خلال 15 دقيقة مش خلال 40 دقيقة فإن شاء الله في سنة 2016 تم تطبيق أن الطبيب العيون يكون مقيم في مستشفى دبي وسوف يأتي خلال 15 دقيقة ليرى أي حالة يعني هذا إنجاز تميل وتفكير يعني دائما ما تسعى لهم مختلف الإدارات في هيئة الصحة بدبي لنطبق وأنا أشكر لكم يعني مثل هذه ما بقول مبادرة حقيقة ولكن التفكير بهذا الشكل لإسعاد المتعاملين حقيقة جهود تشكرون عليه في مستشفى دبي وأيضا من خلال هذا القسم المتميز دكتور بتكلم عن أنت ذكرت عن بعض الأمور أمراض في العيون بالنسبة الماء الأبيض وغيره وكلام يعني أنا أريد أن أتكلم على مجال زراعة القرانية وعمليات اختلال شبكية العين وغيرها من الجراحات التي تجرى في هذا القسم يريد أن تعطي نتفاصيل أكثر عنها طيب إذن بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا مستشفى دبي مزود بغرفة عمليات خاصة طبعا تطور القسم أن يزود عمليات العيون الأصباح الآن يزودها يوميا عدنا في سنة 2015 قمنا بـ 1422 عملية جراحية من 1422 عملية جراحية طبعا عندما نتكلم عن القرانيات القرانيات طبعا شيء متخصص جدا وقمنا بحوالي تقيبا 35 عملية لأن هذه قرانيات تأتي من ناس متوفين وتستورد من الخارج طبعا ما يكون متوفرة بشكل كبير فأول ما تتوفر على طول تجرى العملية وعادة نحن نحمل من 2 إلى 3 عمليات شهريا فطبعا هذه بالنسبة للقرانية أما بالنسبة للشبكية طبعا فعمليات الشبكية نحن أسبوعيا فولا تقل عن حالتين أو 3 حالات عمليات الشبكية سواء كات انفصال الشبكية أو عبارة عن عمليات اعتلال الشبكية وطبعا هاي من العمليات الطويلة وتعتبر تأخذ ساعتين أو 3 ساعات وطبعا هذه العمليات نحن عندنا برامج نحاول نخفف منها هي برامج التوعوية لأن مرض السكر عساسي يخف اعتلال الشبكية ويقل عدد المرضى لتجهون العملية لنتعمله مثل الكي آخر العلاج والعملية نحن دايما نحب نخليها آخر لكن من العمليات الكبيرة والكثيرة ونحن نفتخر من أكثر المراكز التي تعملها في الدولة طبعا عمليات المياه البيضاء طبعا عمليات المياه البيضاء نحن حوالي تقريبا من 700 عملية إلى 900 عملية عملية مياه بيضاء في السنة والمعدل عمليات في السنة كامل في دولة الإمارات كلها تقريبا حوالي 6000 فتقريبا نحن نعمل أكثر من 30% من عمليات المياه البيضاء التي تجرى في دولة الإمارات كلها دكتور سؤالي يقول بالنسبة للعدسات اللاصقة هل هي مضرر للعين طبعا العدسات اللاصقة كل شيء إذا زاد عن حده انقلب ضده طبعا الإفراط في استخدام العدسات اللاصقة استخدام المحالي للغير معاقمة في عدسات اللاصقة السباحة في العدسات اللاصقة النوم في عدسات اللاصقة يعني تحول العدسات اللاصقة من شيء صديق إلى شيء عدو ممكن يضر العين أما استعمال العدسات اللاصقة لمدة ثلاث ساعات أربع ساعات خمس ساعات في اليوم وراحت العين بعد ذلك لأن العدسة تمنع وصول الأكسجين القرانية والقرانية ما يوصل الأكسجين إلا عن طريق الجو فبالتالي طبعا إذا زادت المدة هذه القرانية تضعف وتؤدي لأشيء وبعض الاعتلالات منها ممكن تقرح العين أو إصابة بفطريات أو جرثومات شديدة طبعا هاشي احنا ما نحب نشوف المرضى دكتور متى تنصحون بعمريات الليزك طبعا إذا بتكلم من ناحية العمرية في مستشفى دبي نحن ما نقبل مرضى أقل من 21 سنة هذا الشرط الثاني هو ثبات الإمارات للأسف يسمونها مرض القرانية المخروطية فهي الأشياء الرئيسية اللي دائما نحن نحاول نتجنبها في المرضى الأشياء هي التوقعات الغير طبيعية يجي الشخص يبقى يصحح نظر لأنه يبقى يصحح حياته يتخلص من نظاره في ناس عندنا توقعات غير طبيعية فطبعا هذه نحن دائما نتجنبهم بعد لأنه يكون دائما مستوى الرضا عندهم قليل جدا طيب دكتور القرانية المخروطية تعرف لنا بما أن هذا المرض مثل ما ذكرت منتشر في دولة الإمارات نعم القرانية المخروطية طبعا هو مرض يصيب القرانية والقرانية هي طبعا القطعة الدائرية اللي تبين في وسط بياضة العين هي عبارة عن قبة شفافة لها شكل القبة وهي شفافة طبعا اللي يحصل أنها بدل ما تكون يكون فيها ضعف في الأربطة أنسجة الرابطة بحيث أن تبتدي تتمطط وتتمدد مثل المطاط بسبب أسباب مختلفة طبعا أكثرها يعتقد أنها وراثية أو قد كثرت الحكة فتبتدي تتمدد وتتحول من الشكل النصف كروي إلى الشكل البيضاوي ويبرز للأمام فطبعا لما تتحول لهالشكل يبتدي شيء يسمى الانكسار أو الاستغماتيزم الانكسار غير طبيعي طبعا غير سوي وبعد ذلك يبتدي الرؤية تنخفض وما يقدر واحد يستخدم النظارة ويتدهور مع زيما طبعا في السابق كان ما له علاج اليوم له يعني أشيات نواحي يداركها ويمكن يكشف عنها مبكرا وأصبح الأجهزة التصوير القرانية ثلاثة الأبعاد متطور جدا بحيث أنه ممكن يكشفها في مراحل جدا جدا مبكرة والآن طبعا نحن عندنا برنامج في سنة 2016 نحن سوف نذهب المدارس بجهاز خاص في فئة العمرية بين الثلاثة عشر والخمسة عشر هنا يبتدي فنبتدي نحاول نسوي يعني نحاب نحاول نشوف كم عدد الموجودين ونحاول نشوف يقدر نسوي كشف مبكر عنهم بالضبط دكتور أنا كتب أريد أن أسأل عن المسائل الوقائية مثل هذه الحالات يعني شو ممكن أن أتصرف كبعض الأشياء الوقائية ممكن أن يتكلم عن القرارين المخروطية بشكل خاص وممكن أن يتكلم بشكل عام للحفاظ على سلامة العين شو الأشياء اللي لازم الواحد يسويها دايما على أساس أن يحافظ على سلامة عينه سلامة العين اليوم طبعا تقسمها لأقسام أول شيء مثلا في الأشياء المهنية أثناء العمل آدة حادة دائما لبس النظارة سواء كانوا أطفال أو كبار الحرص أن الأطفال ما يتعاملون بأي شيء حاد لأنه مؤخرا في المستشفى صار عندنا حوالي ثلاثة أو أربع حالات أطفال مواطنين إصابات في عينهم ودت إلى إصابات شديدة في العين طبعا الكشف المبكر طبعا هذه أشياء خاصة لكن الحذر يعني أوش نركز على الحذر سواء الشخصي أو الطفل بعدين يتيلي مرحلة الفحص المبكر عند الأطفال على عمر الأربع سنوات قبل الدخول إلى الرياض للأطفال فحص مرة وحدة وفي النهاية طبعا على سن الخمسة عشر سنة ممكن الفحص يكون آثانوي آخر نعم دكتور خلني أخذ بس هذه المشاركة ألو السلام عليكم السلام تعرف عليك وعطنا سؤالك لأن وقت البرنامج تقريبا شارف على الانتهاء والله أتمنى دكتور إن شاء الله أول شيء أصبح عليكم بالخير وأتمنى الدكتور إن شاء الله يعني يجاوبني جواب إن شاء الله يكون يعني ما تقول يحتنع فيه إن شاء الله وأنا ما سأل بالصراحة الدكتور في هذا الموضوع من قبل الله يسلمك أنا عندي بنت عمراء 18 وهذه البنت طال عمرك يعني عندها العين اليمين ضعف النظر العين صار عندها كسر منهم صغيرة ما لحقنا عليها صار الموضوع بعد أخر يعني إنه مكشفوا إليه في حصول وقلوا إنه العين لازم يكون من قبل يوم في عمر معين مثلا 6 ماضي 5 سنوات على أساس أنك يعني تقدر تعالج بطريقة التسكير عين مثل هذا الدكتور يعرف المهم في الفترة هذه خلال الفترة إعطافت مراجعات ونظارة طبية وغير عن الدكاترة في الفترة هذه قالوا يعني بعد ما قمنا 18 تصوي عملية مثلا ما دل شوية اسمها والله ما بليزر ولا بليزر بعد شيء مطور يعني يصل الحين هي عملية سمرة تصعيها النظر للعين اليمين اللي هي فيها يعني النظر ضعيف ولكن العين يسار فيها مشكلة الكسل يعني أنا صراحة الناس لو من لهال وغير غير ما صارحة يعني أنا وقفت قلما اللي هي نحن نسوي له على اساس العمر الهاتف 18 وفي نفس الوقت عنده مشكلة الكسل فسأله وقالوا لا حد يقول أن سباك الدكتور يقول يعني فوق 22 مثلا كمستشفى حكومي فالخاصين قالوا يعني يوم خلاص يسوي العملية مثل ما بقول لك استغلاليين يعني يعني يمكن عندهم خلاص نظرة تمتجد أن نبغي نعرف يعني إذا في كسل مثلا إذا نحن نبغي نعرف اسمك بس لأن ما عضو بابو عبدالله بابو عبدالله طيب بابو عبدالله تسمع اللي جاء إن شاء الله والله أتمنى أتمنى تفضل دكتور تبغي تسأله شيء أوكي شكرا تفضل دكتور اي بابو عبدالله إذن نعرف أن بنتك على حسب العمر ما وصلت العمر الممتاز جدا قد يكون بعض الناس يوافقون لكن أنت عندك بنت يعني عندها عين فيها قصر نظر أو طول نظر ضعيفة مثل ما تحتاج نظارة وكسل في العين الثاني يعني عندها عين وحدة سليمة فما تبغي ما تبغي يعني تاخذ مثلا ما تقول مغامرة في عينها فأكيد تبغي تنتظر لأن عمره 21-22 تتأكد مو بس أن نظارها كان ثابت سنة أو سنتين يمكن حتى ثلاث سنوات ليش؟ لأنه في العمر الصغير هل يبعد ما يعتبرون أطفال نوعا ما ما زالوا ينمون يدرسون في الجامعة يجهدون عينهم فبالتالي تبغي أن تضر أقشل يوم يخلصون الجامعة بعد ذلك طبعا هل ممكن نعمل لهم تصحيح نظر إذا كانت ما عندها أسباب أخرى نعم ممكن نعملها نظر إذا كان الواحد يبغي تخلص من النظارة مو فقط بس نعمل العين السليمة ممكن نعمل العين الثاني عساسا نقرب النظر ما نبغي نخلي عينين يعني الفرق بينهم كبير بحساس ما تصدع لكن التوقع تكون سليمة هل هل شيء سمي يعني يصلح لهم طبعا نحن هل عملنا لأشياء نعم عملنا لما رضى عندهم عين وحدة فقط لكن دائما ناخذ الحذر وجاء جانب الحذر ونتأكد أن ما في أي شيء أخرى ما ما نغامر فطبعا أعتقد في التأني السلامة في هالموضوع هذا بالعين الضعيف ينشط فبالتالي من ناحية الكسل للأسف أنه الآن فات الأوان لكن أبناء بنتك هذه على عمره ثلاثة أو أربعة سنوات لازم يفحصون لأنه فيه معامل وراثي في الموضوع هذا فبالتالي كل حد عنده في العائلة حد مصاب كسل في عين يجب أن يكون على أبنائه في عمر الأربعة أو خمسة سنوات أنه شو يفحصون نظرهم لأنه علهم فيهم نفس المشكلة طيب أبو عبدالله خذ وقت كثير من البرنامج وللأسف دكتور نحن يعني في كثير من المحاور نبغي نتطرق لها والوقت ما شاء الله مضى علينا بسرعة البرق لكن في النهاية دكتور بس في أقل من ثلاثين ثانية كل ما تبغي توجهها هذا السؤال دائما وجهه لكل الضيوف والله أنا أرجو أن أوجه كل ما للمجتمع أنا بس عندي لحصائيات أن في سنة 2015 مستشفى دبي عطى 42.738 30 موعد للمرضى من الـ 42 ألف في فقط 67% حضروا يعني عندنا حوالي 30% من المرضى لم يحضروا إلى مواعيدهم وخذوا فرصة آخرين فبالتالي أنا أحب أني أنوه للمجتمع أن الموعد نحن نتعب بأساس نعطيهم الموعد فالرجاء ونرسلهم المساجات فالرجاء أن يحاولون المرضى أن يلتزمون لأن 30% يعني واحد من كل ثلاثة أشخاص لا يحضر فأنا أحب أنوه للمجتمع أن الهيئة تتعب أن تعطيكم المواعيد هذه فأنتو حاولونكم تحرصون على مواعيدكم بالفعل لأن مسألة المواعيدة جماعة الخير ترى أنت إذا ما التزمت بالموعد مالك هذا الموضوع رح يأثر على مواعيد أخرى لأشخاص آخرين فأنت خذت الدور هذا وما حفرت في نفس الوقت خليت المواعيد الثانية لمرضى آخرين تبتعد بشكل كبير فأتصور دكتور يعني هذه المسألة يجب أن نقف عندها بشكل كبير ونوجد لها مجموعة حلول إذا الآلية حاليا مماشية بشكل سليم وعندنا مثل هذه الأرقام فهي أرقام حقيقة تستحق التوقف عندها لإيجاد حلول مبتكرة بشكل أفضل لمعالجة هذه المشكلة عموما أنا في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لدكتور عبدالله عبدالسلام النقي السشاري ورئيس قسم العيون بمستشفى دبي شكرين لك هذا الحضور وهذا التواجد شكرا جزيلا لك دكتور والشكر كذلك موصول لكم مستمعين الكرام على سعة صدركم ومشاركاتكم وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم كذلك بالشكر الجزيل لمخرجنا اليوم عيسى سبيل ولطاقم الإعداد بقسم الإعلام بإدارة التسويق والإتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي ولكم كل التحية مني أنا محدثكم حمود يوسف ودائما ما نختم بأن نقول دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي